هذا بحر مقنع. اجمل الشواطي في المملكة. ما شاء الله تبارك الله. ها في حديقة. يقبل حديقة مقنع. انا شو الشاطي حقه. جميل صراحة. ممر غروب ما شاء الله تبارك الله. الشاطي رملي. المساحة صغيرة بس. وصلت طيب اسم. هذا برضه من المواقع الجميلة. وسبقا زرتها. عبارة عن جسر وجبل وما تجري. وما يجري وليس تجري. لكن لأسف لقيت مقفل. والله ما دلهم حرص الحدود ولا ذول يحقين السياح. اللي والله العظيم ممنوع. في صيانة. وقالوا ممنوع احد يدخلني. حتى لو جيت مسافة بعيدة. يا ولد يهديك يرضيك يخويكم رفيكم. ما عرف واحد. والله العظيم اللي بيدي بدخلك. لكن والله العظيم امر ممنوع مرة قلنا. الله يسترلك. طيب لو نمت على البحر. واليوم الثاني قال ما اقدر اقول لك ايه ولا. ونقدر اطب في واحد يقول لك ادخل ممكن يطب في واحد يقول لك لا. ولو سمحنا لك سمحنا للجميع. لذا طيب اسم ما الله كتب سبحانه. انا نصورها وننقلها لكم. لكن شوه على اليوتيوب. اكتبه طيب اسم. جميلة صراحة. والله العظيم جميلة الجبال بالشكل ذا. وحولها جسر خشبي. والماء من تحت. مكان رائع صراحة. جيته قبل اه كذا اكثر من مرة. ولكن والله العظيم ما اصور. انا ما كنت اصور ترى ما صورت لقريبة تقريبها. قناتي ما فتحت لما سبعة شهور. وهذه بداية انطلاقتي في التصوير. رحال من سنين طويلة. لكن ما بدي تصور لها الفترة. لكن لعل باب رزك لي ولكم. والله يوفقنا وياكم. انا وصلنا شاطي راس الشيخ حميد. هذا في الشمال الغربي منطقة تبوك. الشاطي ما شاء الله جميل. لكن احنا حاليا عند طائرة كاتلينا. طائرة كاتلينا المائية. اه كانت في الاجواء السعودية من الاعلى. وكان فيها قائد الطائرة. ورجل وزوجته. ومصور او صحفي. فاعجبوا بهذه المنطقة الجميلة. فلما عجبوا من فوق يقول لك نزلوا. هذه القصة حقتهم. نزلوا تحت. يبغى يشاهدون المنظر. فلما نزلوا تعطى لحد المحركات. طبعا انقذوهم. وسفرهم لكن طائرتهم بقيت كما هي. والله اعلم. لا تعتبر ما اعلم سياحي. طبعا يقول لك كانت طائرة مكتمرة. لتلاحظون هناك. كانت مكتمرة لكن مع الرياح وتحرك الماء والهواء. او ممكن شخص سحبه من هناك ما ادري. حتى الجزء ذا. لتلاحظون الكفرة هنا الجزء الثاني ما فيه كفرة. وهذه قصتها يعني باختصار لكن لها تفاصيل كثيرة. طبعا اه عام تقريبا الف تسعمية وستة وخمسين. عام ما خبضني. تقريبا. الناس مجتمعين حالها. تعتبر معلم سياحي. طبعا تعتبر حطاب ما عاد فيها شيء. والله هذا مكان الكابتن يا ولد. الواحدة. والله ضخمة يا رجاء. والله العظيم النام ضخمة. هذا يساكل محل الكراسي. هذا الكفرة الثانية ما فيه. راح التشليح شكله. تعتبر من المعالم السياحية في الشمال الغربي من منطقة التبوك. ويجونا الزوار يعني باستمرار حتى من خارج المملكة. نشوف الكفر. عايش له سنين. سنين. بالون ما شاء الله. نشف. يا عيني على المقصات. ولد كم سلندل دي. واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر. هذا ذيل الطائرة. او مؤخرة الطائرة. مع المكان والله العظيم جميل. الشاطي. فوق الروعة. طبعا لو تلاحظون مسوين عقم كامل. مسوين هناك بوابة لكن مفتوح. وهنا برضو مسوين عقم لكن ما هي قدر يدخل. يعني اتوقع فيما مضى كان ممنوع دخولها للفترات او. الله واعلم. لاني شايف عليها آآ سلسلة. هذا طوامة كبيرة والله العظيم. يعني شاي للطائرة ذي الكبرى شاي لاربع اشخاص بس. توقع ان جاي من بعيد. بخمة جدا صراحة. ما عينه خيري بنزلوا راسه الشيخ حميل. ما شاء الله شيفه خضيران مقابل الطائرة او جزء من الطائرة. وهذا الشاطي الجميل. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. لحظة الغروب. سبحان الله. على اني انام في احد المناطق القريبة. اصورها بكرة الصبح. لكن المغرب هنا يتأخر. فوالله مشيت على الموتر. مع اني محمل خيمة مشيت والله على الموتر. تقريبا مئة واربعين وثلاثين واعتبر غلط لانك محمل حمل فوق ويرد الهواء. وممكن لا قدر الله الا الشرع ذا يتقطع ولا يصاب اه يعني بتشققات اقل حاجة. لكن الحمد لله لحقنا عليه وصورنا. عشان اه عشان المدة اه نبغى نكتشف اكبر قدر من الاماكن. الوقت ما نعلم ايش يصير معنا لكن قدراهم برضه عشان ما تكسر علينا نحاول نغطي الاماكن يعني القريبة في القريبة. وهكذا. مع انه والله بعضها بينها وبينها مسافات ما هي بسيطة يعني نمغط كده ثم نرجع كده يعني مسافات ما هي بسيطة. لكن الحمد لله دي من اماكن اللي حبيتني زورها وزورتها لله الحمد ووثقتها وشان ما كنت استمتعون فيها. ما شاء الله يا الشاطئ طبعا بنام على البحر اليوم. بفرد الخيمة. شو كيف ما نظروا بفرد الخيمة ان شاء الله. وبنام فوق. ان شاء الله. شو كيف التربة من شاء الله تبارك الله. شي جميل. نظيفة. نظيفة جدا. اصفة شديدة. نظيفة النوم. هذا بشر. خيب وكلها ترتجف. هذه اكبر غلطة من اقتنام على البحر المباشرة. هاي لاحظة يجيك هواء باوي زيداء. طار النوم طار. ما في برد لكن هواء لعب في الخيمة لعب صحاني من احسن نوم. هذي ضريبة الرحلات ترى وبعض الناس يحسي بالنار. الله ما شاء الله عليك تلف في المملؤة كله ورحت وجيت. افرضي هذا حين بل عبك المزاجين رحل لكم لكن انا راضي بما قتسنه الله. عدم كتبه الله ليه. طار النوم طار النوم-طار النوم مارسا. النوم مش.ع Melissa عليه. لكن لعلها تزين الره تزين ان شاء الله للأفضل. أوو. تدعد الدنيا. الله يعطينا خيرة يا الله. الله يقول الله عطينا خيرة يا الله. الله يقول م estud pads. ترجمة نانسي قنقر